هنقول لك كلمة سر لتعيشك متهني سعيد تفضل يا باب قول كلمة الحق ولو على رقبة أبوك ماشي امشي عدل يحتار عدوك فيك حاضر انفاتك الميري اتمرمغ في طرابه ماشي ادي العيش لخبازه ولو يأكل نص أنا فكرة ده مثل مش نصيحة بس فيه نصيحة جواب اتلم مع بابي حاضر تفضل يا باب ليه الشيطة طويل جواب ومسل ونصيحة تفضل يا باب اخر حاجة بقى اغسل يديك قبل الاكل وبعده انا خلص لا انا مش مصدق يا باب اللعين مفيش اي جديد حضرتك قلته بالنسبة للنصيح دي اصلا النصيح دي كلها كانت مكتوبة على ظهر الكراسة واحنا في ابتدائي ما انا اللي كتبت حضرتك اللي كنت كتبه ممي سياد تبكوتش بتقراه لا بس والله كنت حاسس ان فيها من روح حضرتك فعلا بغير ان فيه أبديت كتير في الموضوع لو تاخد بالك زي ايه للشيطة طويل اه دي جديد صح؟ اه فعلا جديد اه شاكريني بابا عن نصيح الغالية دي بس يعني ننجز لان زي ما قلت لحضرتك انا في الشغل وفي مكتبي اوعدك اوعدك النهاردة في البيت حقايل ساعتين كده بعد الظهر بقى اتنورني براحتك مياد او الله ارده وعد وعد لا لا اتكرى الله بقى ايه اتكرى الله ده تبترده؟ لا مش بتردك بس الحضرك راعي ظروفي برضو وانا قلتلك ان انا نايم في الشغل وفي مكتبي ولو حد دخل علينا شكلها مش لذيذ ماشي يا سيد